أهلا بحضراتكم يمكن من أبرز الأمراض المرتبطة بفصل الصيف عند الأطفال مرض الجديري المائي المرض ده له طرق علاج مختلفة وغير مقلق على الإطلاق لكن في نفس الوقت اللي يازم الأسرة تاخد بالها في تشخيص المرض ده علشان الموضوع ما يوصلش لمشاكل كبيرة قد أرار ربنا يحفظ الجميع اللهم أمين المشكلة كمان أنه أعراضه مختلفة وما بتظهرش كلها مع بعض يعني ممكن مثلا الطفل يجي له ارتفاع في درجة الحرارة أشعر فيه أنه عنده الجديري الماء ممكن يكون ارتفاع لدرجة الحرارة لأي سبب بيسنن أي حاجة عنده برد فنتعامل معاه عادي طيب هل هو طبعا معدي؟ هل ممكن نتعدي لمجرد أن المرض موجود عنده ولا لازم يكون بدأ الطفح الجلدي موجود عنده هنا نقدر نقول أنه هو معدي إزاي نقي أطفالنا؟ هل التطعمات بطاقي من الجديري الماء؟ ولا لا كل هذه التفاصيل وكل هذه الأسئلة للناس كلها بتسألها هجاوبنا عليها دلوقتي الدكتور عمر سالم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة اللي منوارنا صباح الخير عليك دكتور صباح تقول عليك يا أهلا بحضرتك أهلا بيك الناس بتسأل وهو موضوع قديم يعني ما هوش موضوع جديد وقعتقد أن كلنا بقت عندنا خبرة في التعامل معاه لكن عايزين نعرف منك في البداية المفهوم العلمي لمرض الجدير الماء بص هو مرض فيروسي بيتنقل نتيجة فيروس اسمه الفاريسيلة الفاريسيلة ده بيتنقل عن طريق النفس والرزاز والقانتكت مع النفس المشكلة في الفاريس ده أنه لما بيجي بيقعد يوم أو يومين يعني زي ما أنت قلت أعراض برد عادي خالص ممكن يكون خمول الشهية مش حلوة حرارة ممكن تطلقت وممكن ما تطلقتش ممكن ما يبانش لسه عليه أي طفح جلدي خالص فالأم تقول لا هو مثلا في العمر ده مثلا عنده سنة ونص أستوى عنده ناب بيطلع أو درس بيطلع طب هو هيروح الحضانة عادي هو لسه ما ظهرش على الجلد أي حاجة خالص فتروح الحضانة فهيغلسوا عليها هيقول لها لا مش هيخش عشان هو سخر هتنبقى هم عندوش أي حاجة هو فعلا ما عندوش أي حاجة لسه بين عليه فهيدخلوه الفترة اللي هم اليومين قبل ما الطفح الجلدي هيظهر على جلد الطفل الفترة دي هو معدي فيها هيخش هيقعد في أماكن مقفولة مع أطفال النفس في بعض بيكوحوا وبعدين مع بعض بيتنفسوا فوش بعض هو عاد الحضانة كلها بعد كده بعد يوم أو يومين بيبتدي بقى يظهر الطفح الجلدي فتقول لهم لا أنا خلاص مش هجيبه تاني دلوقتي عشان هو عادي بعد إيه بالزبط طيب بس بقى في مرحلة الطفح الجلدي هو لسه معدي؟ هو بيفضل لحد ما الطفح الجلدي ده ينشف تماما يعني هو الطفح الجلدي ده بيعدي في ثلاث مراحل الأول حبيبات كده صغيرة حمرة بتبتدي طبعا في سيكونس معين في الجسم وبعد كده تقلب إن هي تعبي شوية سائل وبعد كده السائل ده تفتح وبعد كده تعمل قشرة لحد ما الحبات دي كلها والحبيبات دي كلها تنشف وتعمل قشرة الطفل ده لسه معدي تعلمنا كده أول ما الولاد وهم صغيرين أول ما تبتدي الحرارة ونبص في زورهم رقيهم تمام ما فيش حاجة تبتدي بقى ندور وراء الجدان حولين البطن في حاجات كده بنعرفها بايد فقط مازالت نفس الأماكن بتدور كده حقيقي آه هو بيبتدي فعلا كده وزي ما أنت بتقولي ده بيفرق كمان مع أطفال اللي عندها حساية حشرية فتيجي تلقوم بتقول لا هو عنده أحبه كتير بس أنا هنزله و هخليه اختلط لأنه هو عنده حساية حشرية ودايما بيتقرس وبيعمل نفس المشكلة طيب إيه أسباب الإصابة بيه؟ أسباب الإصابة بيه هو التعرض للفيروس نفسه لطفل تعبان تاني طفل عيان ابتدى أنه هو كلها عدوى كلها عدوى لازم في عدوى حصلت الفيروس نفسه جاله انتقل من حد أو انتقل عن طريق السائل اللي موجود في الجلد طيب يعني هو فيروس زي زي البرد مثلا كده يعني ما فيش حاجة شديدة الخطورة ما فيش حاجة شديدة الخطورة إلا في بعض الناس مع أعمار معينة مع أنه هو ماشي على علاج معين بينزل المناعة شوية فممكن الفيروس هنا يتفاقم شوية فيبتدي يعمل لنا أعراض جانبية أكتر شوية من موضوع الجلد بس ده مش معيني ده نسبة بسيطة جدا زي ايه مثلا نفهم لا ممكن يعمل لنا التهاب على المخ لا معمين بالضبط طبعا الأطفال الصغيرية الناس الكبار في السن الناس اللي ماشي على أدوية للمناعة بتصبت المناعة عندهم كل الأطفال دول أو الناس دي بتبقى عرضة إن لو جالوا الفيروس ممكن الموضوع يتفاقم مع شوية إحنا العدوى بتبقى عاملة زي يا دكتور بتبقى من النفس ولا من التلامس مع الإشرع يعني دلوقتي إحنا عندنا حد مصاب بالجديري المائي في البيت هنتعامل إزاي هنتهر المكان المحيط به إزاي الهدوم لو عنده نايم بقى في السرير أو في قوضة أو كده التعامل بقى مع المخدات والملايات والهدوم نفسها إزاي هل بتتغسل مع باقي حاجات الأسرة بيأكل وبتتغسل حاجته لوحدها مش في نفس الأطباء وفي نفس استخدام الأدوات المائدة يعني مع بعض ببقى لوحدها بحاجات لوحدها هو زي ما حالك تفضلت لا هو فعلا لازم بيتعزل لوحده بيبقى في البيت وكل حاجة بس بيبقى معزول بحد الماء طبعا بيبقى صعب شوي إن إحنا نطبق الكلام ده لو في أطفال كتير في البيت أو الأمة عادة معاها أربع أطفال بيبقى صعب الموضوع ده بس بقدر الإمكان طبعا بالنفس الاستحمام بتاعه المفوض أنه هو يحاول ما يستحماش فأول من خمس لسبع أيام الفترة اللي لسه فيها الحوايبات دي كلها فيها لسه مية فلما يجي يستحمى وينشف والكلام ده ممكن يفتح الحوايبات دي وتبتهي تبقى معدية يستنشر العدوى أكتر الهدوم برضو بتاعته بتغسل لوحدها بتتحط عليها مطهرات معينة المفروض أنه هو لما يستحمى ما يحطش أي كيميكالز ممكن تزود الهرش عنده فتخلينه هو لما يهرش يعور نفسه أكتر المفروض أنه هو طبعا ما بينزلش بقى ولا تمارين ولا بسين ولا كلام ده كله بالبديهية لأنه هو أصلا معدي طيب أنا سمعت مش متأكد أنه بيصيب العين في بعض الأوقات أو الحلق يعني مش جلدي بس مش طفح جلدي بس ده اللي بقولك علي أنه هو ممكن يبقى على قد الجلد اللي هو الشكل التقريدي اللي احنا منشوفه لكن ممكن يطلع في البق والطفل ده ما يعرفش ياكل خالص ممكن يطلع في العين ممكن يطلع في الشعر ويبتدي أنه هو عنده وجع جامد جدا حرك لسه بتقول ما فيش تمارين الولاد تنزلها ما تنزلش البسين مرحلة ما قبل ظهور الحبوب الأم لسه بتنزل البسين هي المفروض وابني ربنا يحفظ كل الولاد نزل البسين وهما الاتنين موجودين في نفس هي المشكلة في كده لا هو أول ما تلاقي على الطفل أي أعراض المفروض نهاية تقعده 48 ساعة مثلا لحد ما يباني الطفل ده إيه هل هو فعلا عنده أعراض تسنين عنده دور برد بس مش جديري مائي عنده دور برد من نوع تاني انفلوانزا فيروس أو أي نوع تاني من أنواع الفيروسات وهيبان عليه بشكل تاني نعرف بس إيه سببه لكن ما ينفعش أن الطفل يبقى تعبان مكسر مهمد النهاردة الطفل ده مش في طبيعته وأنا أقول هينزل تمارين لا أنا ممكن أولا أضره أنه ياخد مايكروب أقوى من اللي عنده أو أنه يعدي أطفال تانية في التجمع في البسين في أي حد أو لو هو تعبان نبقى بنرهق عضلة القلب وبنرهق الدورة الدموية هو تعبان مش قيد طيب اتكلمت عن كبار السن والأطفال ما تكلماش عن الحوامل هل في خطورة لو أصيبت هي أكيد أكيد وكمان الحوامل بنفرقهم هو جالها العدوى عند عمر قد إيه في الحملة بتاعها يعني في الفترة الأولانية لا في مشكلة على الجنين في الفترة الأخانية ممكن يتولد وعنده مثلا الاتهاب دي قوي أو حاجة في الطفل في الجنين اللي هيتولد فعشان كده الأمهات كلها اللي هي نوية إن هي دخلة على مشروع حملة المفروض إن هي تكون من الطعامة أو نراجع ونشوفها من الطعامة أو لا ممكن تاخد عادي خلاص التطعيم التطعيم بيقى تماما من الإصابة به؟ 90% مثلا وحتى الطفل يعني هو قوي بيدي حماية مثلا حوالي 90% بس حتى الطفل اللي الطعام قبل كده لو جاله الجديري مائي ما بياخدش بقى نفس المنظر أو نحن يتفاقم زي ما احنا ذكرنا في الأول لا ممكن بس تبقى حبائة أو حبيتين كده حاجة بسيطة قوي ما تبقاش جمدة الحرارة ما تبقاش جمدة طيب دكتور الأم اللي بتتعامل مع طفلها مريض الجديري إيه الإجراءات اللي هي تاخدها بحيث إن هي ما تتعديش هي شخصيا طبعا لأنها حتبقى مكانت عدوة حقيقة ناقلة للعدوة في كل البيت مثلا بيبقى صعب إن إحنا نعمل الموضوع ده لو فيه أربع أطفال في البيت أو لو جزءها تسافروا هي أعدى لوحدها في البيت بيبقى صعب عليها شوي بس طبعا على قد ما نقدر إن إحنا ما نعملش تلامس مع الجلد المصاب نبقاش نفس بتاعنا في بعض حتى لو نايمين في سريل واحد بنحاول إن إحنا نعكس يعني نايمين عكس بعض الرجل في الراس يعني بيعملهم عكس بعض وإن كان ده مش صح المفهود إن إحنا بنعزل تماما لأن النفس بتاعه معي وهي نفسها ممكن تكون معدي لها ويكون فيه طفل تاني راضيع في البيت فتلاقي بقى زي ما حالك تفضلت إنه هو يلف في البيت كله طيب أنا عرفت إن أنا احتكيت بطفل عنده الجدور المائي بعد ما روحت مثلا كنت عادي مع بعض وراحت وعرفت إنه هو جال هل فيه أي إجراءات أنا ممكن أعملها خالص بس إنت بتاخد الحذر إن إنت ترائب حرارتك أخبارها إيه هل فعلا عندك أي أعراض ولا لأ هو هيبان عليك إمتى بيبان عليك ما بعد 17 أيام يعني مش معنى إن إنت تعرض طلو النهار ده تاني يوم يظهر معك دي فترة حضانة طويلة جدا إن أنا بقاعد مرائب نفسي وقاعد أربط الأحداث ما بين إن أنا احتكيت بطفل طب هل بينتقل بين الكبار برضو؟ حقيقة عشان كده تلاقي مثلا أطفال في الحضانات بيعدوا التيتشيرز بتاعتهم أو تلاقي حد كبير عادي جاله جديري فهو فعلا بينتقل بس مش بنفس العرضة للأطفال اللي هم بتوع المدارس اللي هم مثلا من سن 4 ل 7 سنين لا السن ده أكتر طبعا فئة عمرية مش قادرين يلموا بأمور الهيجين كويس مش قادرين يظهروا بالزبط بالزبط لكن الكبار برضو بيجيله طيب لو حد جاله مرة هل بيجيله تاني؟ للناس ولا لي عشان احنا قولنا يجيل مننا على جنب لا المفروض إنه هو لا ما بيجيلوش تاني هي بتبقى مرة وبياخد منها مناعة ما بيجيلوش تاني طب هل في حاجة تانية مشابهة لي يعني قد تتخيل مثلا هي كانت بتقولك قبل هوا أن هي جالها مرة واثنين وثلاثة يعني يكون مرة تاني مثلا مشابهة أعراض مشابهة أو كده؟ في حاجات كتير قوي في متلازمة اليد والقدم في حساسية حشرية ممكن تعمل في بعض الأطفال بيجيلها حساسية بتبقى عندهم جلدهم كل حبوب بس بتبقى مواصفات تانية بس سهل التفريع يا دكتور بين متلازمة اليد والقدم عن الجديري إن دي بتبقى موجودة في أماكن محددة بتظهر فين أول حاجة التاريخ المرضي بتاعه هل هو فعلا فيه حاجة في بقه ولا لا فأعتقد بتبقى سهل التفريع بينهم بالنسبة للطبيب لكن للأمهات في البيت بتتعامل على طول على أن كله هي هتروح للدكتور حيات التانية تفتح زورة تبص فيه ده مش مظبوطة قوي لأنه ممكن يكون فيه حاجة هتختلط عليها مش صح طيب هو لازم أي حد ابنه يجيه الجديري الماء يروح للدكتور؟ مش لازم في الأمور البسيطة يعني لو هو فعلا على قد أن الحبوب ورحة قوي لا ممكن تتواصل مع الدكتور ويقول لها هتابع إيه وتعمل إيه أو لا أن الموضوع بيتفاقن منها لا هيحدد للطفل معاد معين في غير مواعيد العيادة ويقدر أن هو يبص عليه علشان ما ينقلش العدوى للأطفال تاني أنا بسألك عشان برضو هل علاجه ثابت بالنسبة لكل الأطفال؟ سداني هو مالوش علاجه ثابت مثلا أنت حدك عارف أننا بنسأل بعض سداني هو مالوش علاج يعني هو هو فيروس في الآخر هيبقى محدود الفترة بتاعته محدودة مجرد بس أن احنا ناخد خوافة حرارة لو احنا عندنا حرارة ناخد حاجات تقلل الهرش زي اللوشنز المشهورة في الصيدليات اللي بتقلل الهرش بتاع الجل ممكن نشرب سوائل كويسة قوي وهو في الآخر فيروس هيروح لوحده لقينا الحرارة طولت لقينا الأعراض بتشد عليه طولت عن قد إيه؟ لا طولت مثلا يومين 3-4 حرارة حرارة بتزيد قوي ما بتستجبش بسرعة لخافض الحرارة ابتدى الطفل ده دور البرد نفسه يبان عليه قوي ابتدى بقى فيه سيلان شديد في الأنفة فيه كحة جمدة لأ الطفل مش ماشي في المشوار البسيط بتاعه خالص لأ ممكن هنا نحط أنتي فيروس مش أنتي بعاتك لأنه برضو الأميات تقول لك لأ ده هو عنده الحرارة عالية قوي أنا هحط مضاد حيوي وهو مش هيفيده في أي حاجة ممكن يضره بالعكس احنا بناخد أنتي فيروس اللي هو المادة العلمية اللي هي عصي كيلوفير موجودة بقى في منتجات كتير قوي ودي ممكن الدكتور يصفها لها بالتليفون لو تأكد انه هو فعلا جدري منه أكيد طيب دكتور احنا بنقول أنه بينتشر بين الأطفال خصوصا في الحضانات وخصوصا في المدارس ليه بقى احنا بنحس أن الجدري منتشر أكتر في فصل الصيف برغم أن احنا بنكون أجزاء دي فترة النشاط أصلا بتاع الفيروس هي من شهر 3 إلى حد شهر 5 دي أكتر فترة الفيروس ده بيبقى نشط فيها طبعا مع الاختلاق بتاع المدارس والحضانات بيزود أكتر أكيد أكيد طيب الأطفال بتتعامل في قصة الجدري دي وكأنها المضوع بسيط يعني وكأنه دور برد الأعراض اللي هتبقى موجودة عندنا الحرارة زي محررتك قلت الطفحة الجلدي هل بقى بيدخل معها احتقان زور سيلان في الأنف هل ممكن نوصل للمرحلة دي ودن بتوجع بطن يعني الأطفال حقيقي هو دور برد فيروسي فهو في الآخر إنه هو ممكن يجيله كل الأعراض اللي هي بتاعة الالتاب الفيروسي تكسير في الجسم بالسوق في الشهية حرارة بسيطة ساعة أمهات تقول لك لأ خليه ياخد الجدري ويخلص عشان ما يجلوش تاني منقول لها لأ مفيش حاجة اسمها كده انتي لازم تطعام يعني تخلي بنها يتعدي لا هي مش بتقول احنا بنارض عليها لما يلقى في بيت في أكتر من طفل يقول لك فيه تطعيم بيحمي بالموضوع ده تقول لك لأ ولا تطعيم ولا حاجة خليه ياخد الدور علشان ما يعته تقوى وياخده لا اصني انتي مش ضمنة ان هو هيمشي في في السكة البسيطة بتاعته ممكن يتفاقم ويدخلنا في مشاكل أصبر صحيح طيب هل في أمراض جلدية تانية ممكن تصيب الأطفال في فصل الصيف طبعا الارتكالية الحشرية بتقمع شهورة قوي المتلازمة الياد والقدم برضو في دخلة الصيف وأحيانا في دخلة الشيطة برضو ممكن تزيد شوية دي أشهر الحاجات اللي تيجي طيب دكتر ان شاء الله يكون الدور خفيف وبسيط وعدة على البيت خلاص والطفل خف دور الأم هنا أو دور المسؤولة عن البيت في انه هو يعيد تعقيم البيت ويعيد تونظيف البيت عشان يتأكد ان الفيروس ده خرج مش هجعلنا تاني هنعمل ايه بقى في في الأوضة اللي الطفل كان فيها في الطفل نفسه في المحتين بيه في أدوات المائدة في ألعابه اللي لعب بيها كل دي حاجات نقلة للمرض ايه تاني ممكن يكون نقل المرض انا مش اخدابه هو اهم حاجة طبعا النفس بتاعه فهو ادام خفف خلاص هو ما بقاش معدي القوضة بتتهوى كويس قوي نهوي القوضة كويس قوي كل المتعلقات بتاعته بتتغسل غسل لوحدها خالص ما يوصبون عادي خالص بتتغسل كده احنا لحد ما الموضوع ان شاء الله فيه مشكلة هنتحتاج بقى ان احنا الأطفال الباقيين اللي في البيت أو حتى الطفل ده بعد ما خلص نحنا ناخد بالنا من تغذيته نحط حاجات فيها فيتامينس كويسة هيكل حاجات فيها غنية بالفيتامينس ألوان كتير وفلفل الألوان يأكل خضواتي بس هو أثناء المرض يبقى نفسه مزدودة ومش قادر يأكل نفس الأعراض التي موجودة عند الأطفال اللي بيبقى عندهم احتقان في الزورة أو بيبقوا مقريفين مش عايزين ونحن جو حر محدش مستحمل شربة حشان كده ممكن يحتاج ان هو يأخذ الحاجات الصوفت شوية أو الحاجات السوايل شوية ممكن ديقبالها لكن أكل أكل نفسه تجيبه ان هو يأكل الوجبة بتاعته الطبعية لا ممكن ما يحصلش أقول طيب بما أن الآن بقى يعني الفاترة دي درجة الحرارة مرتفعة والجو حر قوي هل في أي طريقة نحمي أولادنا من أشعة الشمس؟ هي لها مشاكل مشكلتين أول حاجة الشمس للجلد أخبارها إيه؟ حرق بتاع الجلد والناس اللي تسافر طبعا تقعد فترات طويلة على البحر كل الكلام ده بيبقى مشكلة للجلد فده بيحتاج ان احنا نحط مخصص للطفل ده ونحطه بالأساليب المظبوطة بتاعته علشان نستفيد منه ده بالنسبة للشمس على الجلد أما درجة الحرارة بقى لو هي عالية قوي طبعا هتعمل لنا مشكلة ممكن تدخلنا في جفاف ممكن تدخلنا تعمل مشاكل الأطفال بالذات الصغيرين في العمر وفي الوزن ممكن الحر الجامل ده يأذيهم جامل أول أكيد طيب دكتور اخر سؤال كده علشان الصيف يعد علينا بسلام وأمان نقدر نعمل ايه علشان نبقى محافظين على أطول فترة ممكنة ان شاء الله رب نحفظهم طول فترة الصيف بصي نحاول بقدر المستطع لو احنا اطفالنا تعبانة أو عارفين انه في طفل تعبان بلاش اختلاط خالص يعني بلاش ان احنا لا الزيارة دي لازم تتم عشان مرتبين لها بقالنا فترة بس ابني النهار ده جيه سخن او مقصر لا بلاش من الزيارة دي خالص نحاول ان احنا في اكلهم انا بحافظ عليه بحافظ على الناس كمان احافظ عليهم وحافظ على الناس الاكل بتاعنا ياريت ان هو دايما يبقى غني بالفيتامينز بتاعتنا ناكل اكل متوازن علشان ده كله بيحسن مناعة الجسم نشرب سويل بكمية كويسة قوي وان شاء الله رب نحفظنا يا رب نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الدكتور عمر سالم استشاري طب الاطفال وحد يفي الولادة شكرا جزيلا لك فانا شكرا جزيلا لك